أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016 ويأتي إقرار مشروع قانون التصديق على المعاهدة لتعزيز وضع المملكة باعتبارها دولة عبور لمشاريع الطاقة ونقلها عبر حدودها بشكل آمن وبخاصة مشاريع خطوط أنبيب النفط والغاز ومشاريع الربط الكهربائي والحصول على المساعدات الفنية والتقنية في قطاع الطاقة التي تقدمها الأمانة العامة للمعاهدة وواصلت اللجنة في اجتماع منفصل لها اليوم مناقشة وإقرار عدد من مواد مشروع قانون الكهرباء لسنة 2018 بما يضمن مواكبة تطورات التي طرأت على القطاع